قبري دكتورة شيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا يا إخوة اليوم ستكون المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية من مادة التخطيط الاستراتيجي ضمن دبلوم التنمية المستدامة لتعزيز الحقوق الإنسان ستكون معنا الدكتورة أروى في موضوع محاضرة خاص بالتخطيط الاستراتيجي تفضل يا دكتور أروى السلام عليكم مشاركين الكرام شكرا دكتورة شيما لتواجدك معنا اليوم شكرا أستاذ حمدر المنصق الخاص بالمنصة العالمية لحقوق الإنسان على تنصيقه وتنظيمه لهذه الفعاليات في الدبلوم النهاردة هنبدأ المادة الثالثة لها بالدبلوم وهي مادة التخطيط الاستراتيجي أنا بس سأزن حضراتكم في بداية الأمر يعني حاب أعرف تقييم سريع للمواد الأخرى سواء كانت مادة المؤسسات والمجتمع المدني أو مادة إدارة المشروعات يعني تقييمكم في الدورتين المادتين اللي فاتوا إدارة مشروعات والمؤسسات وإيه النقاط اللي محتاجة تحسين عشان إن شاء الله بإذن الله نرعيها في هذه المادة والمواد الأخرى القادمة بإذن الله فسريعا كده إحنا ممكن ناخد تقييم حضراتكم ياريت نفتح المايكات أستاذ حمدو للناس السادة المشاركين دكتورة المايكات نفتوحة للجميع طيب هس أزن حضراتكم تقييمكم عن المادتين الماضيين إدارة المشروعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الغير ربحي السادة المشاركين يعني دكتور الله يكرمك ومارك فيك يا أخوة الصوت مفتوح لكل جميع الأخوة مشترك ياريت مباشرة أن يفتحوا الصوت يعرفوا عن نفسهم ويتفضلوا سادة إيمان تفضلي يعطيك العافة دكتورة شيماء يعطيك العافة جهود مباركة إن شاء الله وكانت الفوائد كتير كبيرة بس بدي أستشير استشارة دكتورة شيماء يعني أنا ما عنديش إداع في دراسة الجدوى للمشاريع أنا كوني وأستاذة في مدرسة حبيت أعمل مشروع على أد المدرسة لإفادة الطلاب الفقراء فهل يعني هذا المشروع يعني عملت أنا تقديم ودراسة للموضوع والأشياء يعني حسب التعليمات اللي درسناها لكن هل هذا يكون إشي ماجح ولا لازم يكون إشي خارج مجتمع المدرسة هذا السؤال كان محير حتى ما أخرق بالمشروع وشكرا يعطيك العافية دكتورة أروا الله يكمك ويبارك فيك نحن طبعا عم نرسل استمارة للإخوة قبل نهاية المحاضرة إن شاء الله تعالى بانتهاء كل المحاضرة أنا برسلك إيجابيات وسلبيات كل المحاضرة إن شاء الله تعالى وش رأيك نبدأ في المحاضرة الله يسار طيب يامي طيب أوكي ما فيش مشكلة بس أستاذنك أنا محتاجة أشوف التقييمات الخاصة بالمادتين اللي فاتوا يعني أبشر الدكتورة أنا ببعث لك إنا اليوم إن شاء الله تعالى فابدري إن شاء الله طيب في أي أسئلة للمادتين اللي فاتوا سواء كانت أيضارة المشروعات أو مادة المؤسسات مادة المؤسسات المجتمع المدني والقطاع الغيربحي في أي أسئلة أو استفسارات في المادتين أو في مشروعات التخرج اللي حابب إنه هو يدخل يا جماعة يتكلم على طول اتفضل حضرتك السلام عليكم الله تعطيك العافية دكتورة أروه دكتورة أروه بالنسبة للمحاضرتين السابقات أنا كنت حاضرهم تمام وقلت لنا حضرتك نبعت لك مشان تعطي للأخص عنوان البحث اللي لازم هو يكتبه وأنا بعت لحضرتك المشروع الأول أنا بعت لحضرتك المشروع الأول وقلت لي غالباً إنه تكون إنه معنك حضران معنا المحاضرتين لا أنا حاضرهم والأمور تمام يعني فيهم بس ما بعت فيه طيب ممكن معلش ترسلي تاني أنا بعت لكل الأخوة والمشاركين يعني في المواد بس ممكن يعني أكون يعني الرسائل بتجيني ساعات كتير ورا بعضها فأنا ممكن يعني يغيب رقم حضرتك عن الرسائل يعني في الأسفل طيب تمام مش كهلا رح أبعت لك أنا إن شاء الله رب العالمين أنت مبارك وقد رديت التالي غالباً إنه تكون إنه ما لك حضران معنا لا أنا حضران لأ أنا طلبت بس من حضراتكم إنه بعد المحاضرة مباشرة يرسل على الخاص فتقريباً حضرتك ما أرسلت على طول أنا أرسلتلك بعد ما انتهيت من المشروع الأول وقت لي بعتلك المشروع الأول عشان كده مشان ما يصير أنا عندي اختلاق بالبحث الأول مع الثاني مشان هيك أنا اتطولت لحتى بعدتلك والله لحتى انتهيت من أول بحث لا ولا يهم على رسي الله يعطيكي ألف عافية وشكراً كتير لكم خلاص بترسلي اليوم وأنا ببعث لك على طول إن شاء الله رب العالمين بتشكل كتير كتير الله يكمل طيب خلينا نبدأ مباشرةً التخطيط الاستراتيجي وريادة الأعمال المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني وليه ريادة الأعمال المجتمعية لأن احنا تكلمنا عن المادة الخاصة بإدارة المؤسسات وإدارة المشروعات وتكلمنا عن الاستدامة فإن لم يكن في مشروعات ريادة أعمال مجتمعية اللي هي داخل الخطة الاستراتيجية أو داخل مشروعات الاستراتيجية للمؤسسة أو للمنظمة فدي هيحصل نوع من أنواع التوقف المؤقت أو قد يكون المستمر في عملية جذب وتنمية الموارد المالية ريادة الأعمال المجتمعية ببساطة شديدة هي مشروعات ربحية تستهدف يعني إيجاد حل لمشكلة زي مثلا أوبر أو كريم أو يعني سويفل كل دي مشروعات ريادية ولكن بتحل أزمة مجتمعية والفرق ما بين يعني المشروعات ريادة الأعمال والستارتابس وما بين مشروعات ريادة الأعمال المجتمعية هو أن الربح هيكون لصالح المجتمع في ريادة الأعمال المجتمعية إنما الستارتابس طبعا الربح ليه أصحاب المشروع أو أصحاب الشركة طيب خلينا نتكلم الأول عن ما هي التخطيط الاستراتيجي وهو يعني إيه استراتيجي ببساطة شديدة الاستراتيجية هو منهج منهج أنا بتنبأ فيه أو بقترحه إنه بيعتمد على بشكل واسع أو بشكل متعمق بيدرس كل ما يخص المجتمع وما يخص الفئات المستهدفة وما يخص قدرة وقوة المؤسسة في تقديم حلول مجتمعية للمشاكل الموجودة في المجتمعات المحلية المستهدفة لها بيشتغل على تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسة بيشتغل على ابتكار حلول وابتكار مقترحات وابتكار مشروعات لتحقيق أهداف المؤسسة داخل المجتمع المحلي بها هي ده ما يخص الاستراتيجية بشكل شامل وطبعا الحلول والأهداف بتكون تحقيقها على المدى البعيد يعني ما أقدرش أقول أن هدف استراتيجي يبقى أنا أعمله دلوقتي أو هحققه دلوقتي لا الهدف الاستراتيجي مثلا أو الحل الاستراتيجي أو المشروع الاستراتيجي هو مشروع بيتحقق على مراحل أو أهداف أو الهدف بيتحقق على مراحل على مدى مثلا ثلاث سنوات أو خمس سنوات أقدر رئيس تحقيقه أو تنفيذه بعد هذه المدة طيب التخطيط الاستراتيجي هو جهد منضبط لإصدار قرار واتخاذ إجراءات يعني من اسم التخطيط الاستراتيجي هو أنا بعمل مجموعة من التنبؤات أو مجموعة من الخطوات ولكن استراتيجية بعيدة المدى بشكل منتظم عشان أخذ إجراءات أو قرارات معينة قد تكون هذه الإجراءات والقرارات خاصة بالتطوير المؤسسي داخل المؤسسة ودورها في المجتمع وقد تكون كلها خاصة بتنمية المجتمع وتطوير المجتمع المحل كمان بابتدي على أساسه أشكل عمل العمل المنظومي داخل المؤسسة أو العمل التنموي داخل المؤسسة ومن ثم أنا ببتدي أشتغل على في جوة تخطيط الاستراتيجي هتلاقي مثلا جزء خاص بمشاريع بناء قدرات وتطوير العمل الفني والإداري والمهاري لدى الموظفين جزء خاص بالمشروعات التنموية والغير بحية لتنمية المجتمع جزء خاص بتنمية الموارد والمشروعات الاستثمارية داخل الخطة الاستراتيجية طيب هي دي عملية التخطيط الاستراتيجي لو أنا بتكلم أنا دلوقتي فين المهام اللي بعملها التوجيهات البرامج اللي عندي الميزانيات اللي عندي المهارات اللي عندي الناس اللي بتشتغل معي وبمعنى أصحة هو الوضع الراهن والوضع المأمول خلينا نقول أين أنت الآن هو الوضع الراهن أيوة أين أنت الوضع المأمول أين تريد أن تكون أو أين تريد أن تذهب طبعا ما بين الوضع الراهن والوضع المأمول بيكون في مجموعة من الخطوات اللي هي الرؤية الرسالة الأهداف المهمة هي الرسالة على فكرة فأنا عندي رؤية حلمي إيه عشان أوصل من الوضع الراهن للوضع المأمول رسالتي اللي هو الضور اللي أنا هعمله والأهداف بتاعتي اللي هتحقق رسالتي اللي هي هتخليني أوصل لما أريد أن أكونه أو الوضع المأمول أو أريد أن أذهب إلى نقطة به زي ما بيقولوا كده لو احنا تكلمنا عن الوضع الراهن ألف والوضع المأمول به فأنا عشان أذهب من ألف إلى به لابد أن يكون عندي رؤية ورسالة وأهداف طيب مبدئيا كده عملية التخطيط الاستراتيجي قبل ما أبتدي فيها لابد أن يصبقها عملية التحليل وتحديد الإحتياجات ودي بتيجي من خلال أني ببتدي أجمع أطراف المجتمع ذات الصلة وأصحاب المصلحة من موظفين من فئات مستهدفة من يعني متطوعين من مجلس إدارة وصنع القرار وبيتعمل لهم زي فوكس ديسكاشن جروب أو مجموعات نقاش بقرية ونبتدي نسألهم أنتوا شايفين المؤسسة إزاي مثلا إيه رأيكم في أنشطة المؤسسة حابين تعملوا إيه أكتر في المؤسسة طيب إيه المشروعات اللي أنتوا منتظرينها من خلال مؤسستنا أو منظمتنا طيب إيه الأدوار اللي محتاجين أن هي تتقدم بشكل أفضل وبشكل أعمق وبشكل أكبر من المؤسسة إيه اللي أنتوا بتحلموا بيه للمؤسسة شايفين دور المؤسسة كافي اللي هي بتعملوا دلوقتي ولا لأ ولو أنتوا بتطمحوا بدور أكبر إيه هو الدور الأكبر اللي أنتوا عايزين يعني المؤسسة توصلوا أو تحققوا على أرض الواقع وبالتالي لما باجي أتكلم بالطريقة دي طبيعي إن أنا بابتدي أجمع أفكار وابتدي أجمع يعني آراء حول الرؤية والرسالة والأهداف وكمان بيبقى بسألهم إيه أنتوا شايفين إيه النقاط القوية أو النقاط الإيجابية في المؤسسة والنقاط السلبية وهل المؤسسة يعني العاملين فيها كافيين ولا محتاجين عاملين أكتر هل يعني محتاجين إن إحنا نتكر برامج أكتر ولا لأ كل ده بيكون من خلال مجموعات النقاش البؤرية وكمان استخدام أداة زي أداة الاستبيان الكمي والكيفي وإحنا اتكلمنا فيهم قبل كده في مادة إدارة المشروعات أنا بس حبيت إن أنا يعني ألفت نظر حضراتكم إن قبل عملية التخطيط الاستراتيجي لابد من تحليل وتحديد الاحتياجات من خلال يعني عمل مجموعات بؤرية أو مقابلات بؤرية للنقاش مع أصحاب المصلحة أو الأطراف زي تصل خلينا نكمل الدايرة الثالثة إزاي أنا هوصل يعني إزاي هوصل من الوضع الراهن إلى الوضع المأمول ودي بكل بساطة إن أنا بصيغ الاستراتيجية بتاعتي من الوضع الراهن إلى الوضع المأمول وصيغة الاستراتيجية بتاعتي بيكون فيها أجزاء كتيرة الخطة والتحليل الصوت مثلا ومقومات الخطة الأهداف بتاعتي المفروضة يعني تكون موجودة خلال مثلا الخمس سنوات يعني بتكون فيها تفرعات كتير طبعا إحنا هناخدها على مدار الأربع محاضرات طبعا بصل برضو إلى ما يجب أن يكون أو ما أريد أن أصل إليه من خلال تنفيذ الاستراتيجية وهنا الجزء ده بيكون جزء خاص بفريق العمل ككل سواء كان مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية أو متطوعين وبتيجي تنفيذ الاستراتيجية من خلال استخدام أدوات الحوكمة ودي طبعا هناخدها في مادة الحوكمة طيب إيه هي الخطة الاستراتيجية؟ ببساطة شديدة هي ناتج عملية التخطيط الاستراتيجي يعني إحنا تكلمنا في البداية التخطيط الاستراتيجي أشمل طبعا من الخطة الاستراتيجية تخطيط الاستراتيجي فيه تحليل احتياجات فيه تحليل مجتمعي فيه تحليل الأطراف ذات الصلة أو الأطراف المصلحة وفيه كمان مقاومات الخطة وفيه الجزء الخاص بتحليل الفئة المستهدفة وتحديد أولوياتها وهكذا إنما الخطة الاستراتيجية طبعا بتبتزي زي ما احنا اتكلمنا من الرؤية والرسالة إلى ذلك يعني طبعا أداة للقيادة والإدارة بتشتغل على توفير إشارات لتحقيق مهمة المنظمة أو دور المنظمة أو رسالة المنظمة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمجتمع بفعالية وكفاءة وتأثير بنشتغل على إن هي تكون خطة محددة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وبالتالي هي بتخلينا نمشي في خطوات إجرائية لتنمية الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية وغيرها علشان نقدر نضمن استدامة يعني العمل المنظمي أو المؤسسي لمؤسستتنا أو لجمعيتنا داخل المجتمعات المحلية وأنا عايزة أقول لحضراتكم هي الخطة الاستراتيجية هي أداة من أدوات استدامة العمل المؤسسي لمنظمتك أو لجمعيتك أو لكيانك داخل المجتمع المحلي يعني ما فيش حد بيمشي بدون خطة بدون رؤية بدون هدف وهي كمان الخطة الاستراتيجية جزء مهم جدا أو أداة مهم جدا لعملية تكامل البرامج والمشروعات وأن احنا هنشتغل يا طرى ببرامج ومشروعات فردية ولا من خلال محافظ خاصة بالبرامج ولا من خلال مبادرات ثم مشروعات منفردة ثم محفظة برامج هي دايما اللي بترسم المراحل دي هي الخطة الاستراتيجية والأهدف الاستراتيجية الخاصة بالمنظمة أو المؤسسة أو الجمع طيب خلينا نتكلم عن أنا ليه هخطط أو ايه الهدف من التخطيط أو لماذا التخطيط أولا بيخلي عندي الاستراتيجية بتخلي عندي مهارات تنظيمية أكتر مهارات تنظيمية في عملية التوظيف مهارات تنظيمية في عملية الاجتماعات وتنظيم الفعليات مهارات تنظيمية في عملية جذب وإدارة المتطوعين مهارات تنظيمية في عملية جذب التمويل وإدارته مهارات تنظيمية في عقد الشركات والتعاونيات والاتفاقيات بيخلي عندي ثقافة أني أنا مثلا عندي استراتيجية في الاستراتيجية أنا يعني حاطط مشروعات ريادية أو ريادة أعمال مجتمعية فنجم يكون عندي ثقافة أو أنشر ثقافة العمل المجتمعي أو العمل الريادي داخل المجتمع المدني. طبعا بتحتاج أني يكون عندي هيكل تنظيمي ومنسمى الهيكل التنظيمي ده في مهاء في بطاقات الوصف الوظيفي فيها المهام والصلاحيات والأدوار لكل يعني فرد من فريق العمل الخاص بالإدارة التنفيذية ببني من خلالها الأنظمة والبنية التحتية يعني بيكون عندي نظام داخلي ونظام يعني يعني تنموي ونظام إداري قوي أو أرشيفي ونظام التسجيل والمحاسبي وفي نفس الوقت البنية التحتية والبنية التحتية دي بتشمل أني مش بس يكون عندي مقر للجمعية أنا ممكن من خلال استراتيجيتي أقدر أحصل على أكتر من مقر ومن ضمن الاستراتيجية برضو أو من خلال الاستراتيجية يخليني أعرف أنا هشغل المقرات دي في إيه وهستفيد منها إزاي وهنمي الأصول دي إزاي وهتزداد إزاي وهتكون فايدة للمجتمع إزاي طبعا بتبني الطموحات وتوسع الأفق خليني عندي استعدادية أكتر للعمل طالما أنا ماشي بخطة استراتيجية أنا عارف طريقي رايحة فين مش ماشية بخبط كده من وشمال من غير ما أكون عندي رؤية واضحة أو الرؤية تكون ضبابية طول ما أنا ما عنديش خطة استراتيجية فأنا رؤيتي ضبابية أنا ماشية بشتغل مع أي حد بقابله مش مهم بقى اللي أنا هشتغل معاه ده هيفيد المجتمع هيفيدني كمؤسسة هيفيدني كفريق عمل هيفيد مؤسستي أنها تكبر ولا لا المهم أن أنا بعمل عملية تواجد وخلاص بدون رؤية بدون رسالة بدون هدف طيب ممكن أسمع من حضراتكو كده يا ترى إيه توقعاتكو عن صعوبات التخطيط أو في رأيكو إيه هي صعوبات التخطيط عن مثل يا ريت نفتح المركات كده ونتفاعل يا أخوي الله أحفظكم المجال الصوتي مفتوح بيتمنى من الأخ المشارك يعرف عن نفسه ويبدأ مباشرة أستاذنكم إحنا محتاجين نتفاعل لأن مادة التخطيط الاستراتيجي مادة قوية ومحتاجين إن إحنا في كل تراك أو في كل جزء منها يكون فيه تفاعل ونقاش عشان بس مضمن إن إحنا كلنا طلعين مستفيدين من هذه المادة السادة المشاركين ممكن نتفاعل في رأيكو إيه هي صعوبات التخطيط نقص المعلومات أو البيانات ممكن نفتح المايك ونتكلم يا جماعة تمام نقص المعلومات والبيانات يعني هو فعلا أحد مصاعب أو عرقيل أو معوقات التخطيط إيه تاني صعوبات للتخطيط إيه تاني صعوبات التخطيط طيب عدم وضوح الأهداف يعني دي طبيعي يعني هو عدم يعني وضوح الأهداف وضوح هدف الهدف من التخطيط أصلا ولا يعني في الخطة الاستراتيغية إننا ما ببقاش واضح أنا بس عايزة أعرف الجزء ده المقصود بعدم وضوح الأهداف إيه عدم إعطاء معلومات صحيحة ضعف التنسيق عدم تحليل أهداف غير واقعي بالجهة المعنية بالمعلومات تكنولوجيا غير المناسبة بص لو هو عدم الواقعية فديها تبقى مشكلة أصلا في اللي بيخطط من البداية يعني عدم التنسيق أو هنقول قلة التنسيق ما بين الأطراف ذات الصلة أو أصحاب المصلحة نقص المعلومات عدم الواقعية وجود القيود يعني القيود في إيه مقاومة أنا بس ممكن يعني يتوضحني يعني إيه وجود القيود دكتورة تفضل حضرتك مع مقاومة التغيير عند البعض تفضل إيه أحد مع وقت التخصير مقاومة التغيير ممكن لو إحنا بنتكلم عن أننا مثلا عندنا أحد أهداف عدم الواقعية دكتورة طيب عدم الواقعية المقصود بها إيه أصل لو عدم وقعية الخطة يبقى أنا عملتها ليه من البداية يعني لو أنا بتكلم على أن الخطة غير قابلة للتنفيذ أو غير وقعية أو لا تمت بالواقع بصلة يبقى أنا أصلا حطها ليه من البداية يبقى دي خطة كاذبة مقص الموارد المالية والبشرية يعني هي أصلا الخطة الاستراتيجية بتعالج الجزء ده المفترد يعني خلينا أقول لحضرتك لو الخطة غير واقعية يبقى يبقى فيها مشكلة أصلا في الخطة يبقى في مشكلة أصلا في اللي بيخطط أو في المصمم الخاص بالخطة الاستراتيجية تقييم غير مناسب للمخاطر ما هي أصلا ومفترض بتقيم المخاطر وتشتغل عليها طيب أستاذ ناهد رأس المال يعني أنا معيك أن رأس المال أو الموارد المالية بتكون صعبة شوية لأن هي المشروعات المفترض بتحتاج إلى يعني تمويل ولكن المفترض داخل الخطة الاستراتيجية في نهاية النموذج كده بيبقى فيه مفروض خطة التسويق المجتمعي وتنمية الموارد المالية فالمفترض أن خطة التنمية الموارد المالية بتعالج الجزء ده من خلال توفير المنح التمولية أو المبلغ المطلوبة لتنفيذ المشروعات نعم البيئة المعقدة لا ممكن توضيح منشأة متغيرة جدا فإن ذلك يزيد من صعوبة التخطير معلش ممكن تاني عندما تكون البيئة المحيطة بمنشأة متغيرة جدا فإن ذلك سيزيد من صعوبة التخطيط البيئة المعقدة أنا مع حضرتك طبعا يعني لو البيئة أو المجتمع متغير بشكل سريع فطبعا ده هيبقى يعني بعرق العملية التخطيط الاستراتيجي أستاذا ناهد حضرتك رفع إيدك تفضلي أستاذا ناهد طيب يا أستاذا أتفضل بالنسبة لعدم الواقعية هي المبالغة لشو التقدير طيب أنا لو بلغت في التخطيط أو في عدم التقدير للموارد اللي عندي والاحتياجات يبقى أنا أصلا خطط عملت عملية يعني نعم بيشكل لنا عايق للتوصل إلى تخطيط فعان ولكن مش المقصود بأنه هو واقع يعني أنه يكون بعيد عن الواقع طبعا أكيد التخطيط لازم أن يكون قاول يعني حتى في الأهداف تكون واقعية قابلة للقياس عشان كده أنا بقول لحضرتك أن إحنا لما بنيجي نعمل عملية التخطيط استراتيجي أنا المفروض بحلل احتياجات الأصحاب المصلحة والأطراف المعنية أو الأطراف ذات الصلاة سواء كان بقى من المجتمع والمستجدين يا دكتورة هو عبارة عن تنبؤ وتقدير قد يشمل هي عملية التخطيط عن مثلا هي عملية يعني تنظيم التنبؤات يا سلام أو يعني هي أصلا فيها جزء التنبؤ حضرتك أنا بخطط للمستقبل يعني بتنبأ أو بعمل عملية التنبؤ بالمستقبل لكن أنا قصد التنبؤ قد يكون فيه سؤل للتقدير ومبالغة فيه الحالي ما فيهش سؤل للتقدير يعني خلينا النوات كومية أو سلبية أو خيالية غير ممكنة وضحان تطبيقيا أنا هوضح بس النوطة دي ها أنا هوضح بس النوطة دي لحظة أنا لما بعمل عملية التخطيط استراتيجي هو الوضع الراهل هو الوضع الحالي ما فيهوش تنبؤ يعني أنا لما باجي أعمل تقييم للوضع الحالي تمام فأنا مثلا عندي مجلس إدارة عندي مديرين تنفيذيين عندي مديرين مشاريع عندي متطوعين عندي فئة مستهدفة عندي قادة طبيعيين عندي الشركاء أو الجهات الشريكة وعندي الممولين تمام فببتدي أحدد وأحل الاحتياجاتهم الخاصة بيئة المؤسسة أنتو مشتاجين إيه في المؤسسة؟ أنتو مشتاجين المؤسسة؟ دكتورة تفضل حضرتك شمعينا دكتورة القصد هنا هو سوق التقدير والمبالغة سوق التقدير للي جاي يبقى أنا عندي مشكلة في التخطيط أصلا يبقى أنا كده خططت من البداية فبالتالي فبالتالي دي مش فبالتالي دي مش وده اللي أنا عايزة أفرق فيه فيه فرق ما بين صعوبة التخطيط أو صعوبات التخطيط وفيه فرق في سوق التخطيط سوق التخطيط ده نظرا للرعونة أو لأن اللي كان فريق التخطيط الاستراتيجي اللي بيشتغل على تصميم الخطة الاستراتيجية كان غير كف أو غير جدير بالعمل وبالتالي عمل مشكلة في سوق التقدير أو سوق التقدير الواقعي زي ما حضرتك بتقول إنما الصعوبة الصعوبة هو أني لقدر الله إحنا مخططين كويس جدا وحصلت أزمة في المستقبل زي مثلا أزمة كورونا أنا والله ماشي كويس جدا وصولي كويس جدا يا دكتورة قصدك في الصعوبة قصدك الأشياء اللي ما تستطيعش التحكم فيها مثل العوامل البيئية الخارجية لكن آه لكن أنا لو أنا عندي يعني لو حاجة تظهر مهارات شخصية يا دكتورة نعم أنت لم تقولي الصعوبات في التخطيط قصدك بالتخطيط الليه الخاصة اللي ما تستطيعش التحكم فيها مثل العوامل البيئية العوامل الاقتصادية العوامل الطبيعية العوامل التكنولوجية أشياء ما تستطيع تحكم بيانا يعني ارتفاع الأسعار قد تكون صعوبة في عملية المشروعات في عملية تنفيذ المشروعات المخطط لها داخل الخطة الاستراتيجية نختصر يعني ونستطيع نقول صعوبة التخطيط التي تتعلق بالبيئة الخارجية بالضبط خلينا نتكلم في الأشياء اللي ممكن ما تكونش متوفرة في التخطيط الاستراتيجي أول حاجة هي عملية يعني تصميم للأنشطة اللي احنا هننفذها ولكن مش عملية تنبؤ كاملة باللي هيحصل ايه في المستقبل بدليل ان انا بقول لحضراتكم دلوقتي ان انا مقدرش هتنبأ ان في مثلا أزمة اقتصادية هتيجي في المستقبل ولا لا وبالتالي لو انا هعرف ان انا اتنبأ بان فيه ازمة اقتصادية ما انا هعمل حسابي في الخطة الاستراتيجية بتاعتها فهي ده الجزء او التاني حاجة ان هي ما بتعتبرش بديل طبعا للقيادة الفعالة يعني ايه القيادة الفعالة القيادة اللي المحنكة القيادة اللي ليها دور في المتابعة والتقييم والاشراف على التنفيذ والتوجيه والإدارة الرشيدة او الحكم الرشيد داخل المؤسسة اه الخطة اداة بس لو انا ما فعلتش تنفيذ هذه الاداة او ما حاولتش ان انا انفذ البرامج الاستراتيجية بتاعتي والاهداف الاستراتيجية بتاعتي على ارض الواقع هتصبح عبارة عن مجموعة اوراق ليس لها اي قيمة طيب الجزء التاني ان هي مش قايمة من التمنيات او اداة تسويق يعني هو زي ما بيقولوا كده انا مش حتى شوية امنيات داخل الخطة الاستراتيجية وبقول يا سلام بكرة ان شاء الله هحققهم يا سلام لو بكرة يتحقق لا هي مجموعة من يعني الاهداف اللي المفترض specific او زي ما بيقولوا كده محددة قابلة للتحقيق واقعية قابلة للقياس اقدر انفذها خلال مدة الخطة الاستراتيجية ان كانت سلسية او خمسية طبعا هو مش حل سحري لكل المشاكل اللي بتعاني منها اي منظمة او اي مؤسسة وفي نفس الوقت هي مش عملية خطية او يعني عملية تنبؤية هي مش عملية ان انا انا بكرا ان شاء الله باذن الله متوقعا وهو هيبقى عندي عصر شعير دكتورة النقطة الاولى انه لا يتنبأ انه لا يتنبأ بما سيحدث في المستقبل التخطيط وعملية تمام بس لا يتنبأ بمعنى ايه ارجو التوضيع هذه المقصود هناما انا وضحت حضرتك في البداية انا وضحت حضرتك في البداية اني مثلا في المستقبل هيحصل ازمة اقتصادية انا مقدرش اتنبأ ان في ازمة اقتصادية هتحصل وانا وانا في الوقت ده مثلا طبيعية او ما فيش اي مشكلة فيها مثلا خلينا نتكلم عن يعني مشكلة زي مشكلة ان مجلس الادارة في مؤسسة ما ناس هتموت منه او ناس هتستقيل او ناس هتتخانق مع بعضها دي حاجة ما قدرش تنبأ بيها في الوقت الحالي او وقت عملية التخطيط ولكن اقدر بمعنى اصح اقول ان انا هيبقى عندي مجموعة مشروعات ومجموعة المشروعات دي هتتنفذ من خلال مجموعة ادارات زي ادارة المشاريع وهيكون في ادارة جودة عشان ترائب على جودة تنفيذ المشاريع وهيكون ومجموعة 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 تنفيذ ومجموعة طبعا انا مش ادارة اتنبأ بكل الاخطار اللي ممكن تكون في المستقبل وبالتالي عملت ادارات علشان تدير عملية التنفيذ الخاصة بالمشاريع بشكل محكم تمام كده ده المقصود يعني طيب الاستراتيجيات الرئيسية للتخطيط الناجح او للتخطيط الاستراتيجي الناجح هو ان انا يكون عندي ادارة او وحدة او لجنة او قسم للتخطيط الاستراتيجي اتنين ان انا يكون عندي فهم واضح للفرص والتحديات اللي موجودة في البيئة الخارجية بتاعتي ثلاثة اني اقدر اعمل عملية تأدير اهو ده الجزء اللي حضرتك كنت تتكلم فيه ان انا اعمل عملية تأدير واقعي للنقاط القوية اللي عندي والنقاط الضعيفة اللي عندي كمؤسسة او كجمعية او كمنظمة اربعة اني يكون عندي اولويات واضحة وخطة لتنفيذ هذه الاولويات خمسة اني اقدر يكون عندي القدرة على الالتزام والتكيف في عملية التغيير زي ما احنا اتكلمنا من شوية في بيئة متغيرة او في مجتمع بيتغير كل فترة قصيرة او حتى على فترات طويلة على فترات طويلة المفترض ان انا التزم وادير عملية التغيير داخل المجتمع وهنا ممكن يكون عندي جوه الخطة الاستراتيجية استخدام منهجية ادارة التغيير طيب ستة اني يكون عندي خطة تشغيل او خطة تشغيلية او خطة تنفيذية سنوية اه انا مخطط لمدة خمس سنين جايين وليكن من عشرين خمسة وعشرين لعشرين تلاتين ولكن انا عندي كل سنة زي ما عندي خطة استراتيجية خمسية انا عندي لكل سنة خطة تشغيلية سنوية او خطة تنفيذية واضح الى الان الجزء ده سيدة المشاركين واضح الى الان الجزء ده زمناء المشاركين واضح يعني جماعة طب حتى يعني اكتبوا طيب طيب خلينا نقول نتكلم عن دائرة التخطيط الاستراتيجية اول حاجة طبعا بيكون الاعداد ثم التقدير ثم التصور ثم ثم التكوين ثم تنفيذ الخطة وتقييم العمل اول حاجة الاعداد المفترض في عملية اعداد التخطيط الاستراتيجي او الاعداد لتصميم خطة استراتيجية تحديد اصحاب المصلحة للمؤسسة وتحديد اصحاب المصلحة بينقسموا وجه الشقين شق اصحاب المصلحة داخليا وشق خاص باصحاب المصلحة خارجيا اول الجزء يعني اول الشق الداخلي فاحنا هنمسكهم كده من الاعلى الى الادنى اصحاب المصلحة في مثلا لو جمعيات هم الجمعية العمومية ثم مجلس الادارة كاملا ثم الادارة التنفيذية او العاملين من المديرين مديرين البرامج والمشروعات ثم الموظفين العاديين او الادارة العادية اللي هم المنصقين والمحاسبين وهكذا ثم المتطوعين دول اصحاب المصلحة الداخليين طيب اصحاب المصلحة الخارجيين هم القادة الطبيعيين للمجتمع الفئة المستهدفة اللي بتشتغل معاهم كمؤسسة او كجمعية المديري الشركاء الجهات الشريكة الجهات الحكومية الجهات القطاع الخاص اللي بيدعم المؤسسة خصوصا المتبرعين والسي اس آرز او الادارات المسئولية المجتمعية داخل البنوك والشركة طيب دول الحاجة اصحاب التحديد لجنة التخطيط الاستراتيجي وهنا لازم يكون اعضاء اللجنة من الخبراء والاستشاريين في مجال التخطيط الاستراتيجي اقل لمدة زمنية للخبرة بتاعتهم يفضل من خمس سنوات حد ادنى وده بيكون اقل يعني زي ما بيقولوا كده او اصغر عضو في اللجنة الاستراتيجية انه يكون عنده خبرة على الاقل في مجال التخطيط الاستراتيجي تخطط الخمس سنوات طبعا في مؤسسات وجمعيات ومنظمات ممكن يكون لجنة التخطيط الاستراتيجي دول الاستشاريين تخط عمرهم في او تخط خبرتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي هي عشرين سنة وثلاثين سنة كمان هو بيبقى تخصص التخطيط الاستراتيجي فقط وكل ما زادت الخبرة لأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي طبعا تكلفة الرواتب وتكلفة المهام الاستشارية لهم بتكون يعني قيمتها اكبر يعني حد بيشتغل تخطيط الاستراتيجي بقى له خمس سنين فتكلفة المالدية بتاعته هتكون اقل بكتير طبعا من انك تجيب الاستشاري تخط خبرته الخمستاشر او العشرين سنة في مجال التخطيط الاستراتيجي ثم ببتدي احدد الادوار والمسئوليات لجنة التخطيط الاستراتيجي بيكون او ادارة التخطيط الاستراتيجي او وحدة التخطيط الاستراتيجي او قسم التخطيط الاستراتيجي بيكون بيتألف من رئيس القسم او مدير القسم او قائد الوحدة ثم يعني مدير البرامج او مدير الادارة او مدير المشروعات الاستراتيجية whatever ثم مسؤول البحث ثم مسؤول جمع البيانات وتحليل البيانات ثم مسؤول البحث طبعا المقصود بيه هو اللي بيبتدي يشتغل على تصميم الاستمارات وتصميم الاسئلة وهكذا ويعني عمل الأبحاث مع أصحاب المصلحة وكل حد فيهم على فكرة بالمفروض يكون معاه اتنين تلاتة تاني يكونوا فريق ليه ده لو قتيحت الفرصة لو ما قتيحتش بيبتدي يبقى عندنا رئيس ثم مدير ثم مسؤول الأبحاث مسؤول جمع البيانات وتحليل البيانات المتابعة والتقييم ومسؤول الصياغة ومسؤول الصياغة ده مهم جدا لأنه هو مدقق لغوي خليني أشوفي سؤال ده بخصوص الهيكل الإداري أو التنظيمي ممكن يتم العمل به قبل الاستراتيجية وما استراتب على ذلك لا أنا محتاجة توضيح للسؤال هو ده في دي مرحلة الاعداد للتخطيط الاستراتيجي عامة أن يكون عندي لجنة أو قسم للتخطيط الاستراتيجي وعلى فكرة هو ما بينتهيش دوره عند تصميم الخطة الاستراتيجية ده لسه عنده تنفيذ الخطة الاستراتيجية أو متابعة عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية ثم تقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأنه هو بيبقى فيه جزء من التخطيط الاستراتيجي أو الخطة الاستراتيجية خاصة بالمؤشرات والنتائج يعني جواها بتبقى فيه حاجات كتير جدا طيب حددنا الأدوار والمسئوليات طبعا لكل شخص بيبقى فيه مهام وصلاحيات لكل فرض في لجنة التخطيط الاستراتيجي بيكون فيه مهام وصلاحيات طيب بعد كده بنعرف المسائل والمجالات المحددة اللي هنشتغل على التخطيط الاستراتيجي بتاعتها وبنبتدي نجمع المعلومات المفترض يعني محتاجينها علشان تساعدنا في أن احنا ناخد قرارات خاصة بالتخطيط الاستراتيجي أو خاصة بالخطة الاستراتيجية وبنأسس بعد كده قعدة للتخطيط الاستراتيجي ثم بنبتدي نشتغل على خطة عمل للتخطيط الاستراتيجي خطة عمل للتخطيط الاستراتيجي بتبقى محتاجة أن أنا أوضح النقطة دي أنه هو مثلا الخطة دي بتتضمن آليات التواصل مع أصحاب المصلحة احنا بنذكر الأمثلة وكده كده يعني هي هتكون مع حضراتكم المادة العلمية خطة العمل للتخطيط الاستراتيجي أول حاجة أصحاب المصلحة فالمفترض أن أصحاب المصلحة معروف يعني سي مثلا احنا هنروح لمين امتى هنحتاج منه ايه ايه الأداة اللي هنستخدمها معاه ايه الأفكار اللي احنا محتاجين أو المعلومات اللي محتاجين نجمعها منه التوقيت هيكون امتى دي اسمها خطة ثم بييجي بعد كده لعملية جمع البيانات جمع البيانات هيكون امتى وازاي هي خطة عمل تنفيذية لعملية التخطيط الاستراتيجي المفترض أن أنا عندي التخطيط الاستراتيجي مدته 3 شهور مثلا عشان أطلع خطة استراتيجية طيب ايه خطة العمل اللي هننفذها خلال 3 شهور عشان أطلع بالخطة الاستراتيجية بتاعتي فأول حاجة هيكون مقابلات أصحاب المصلحة تاني حاجة جمع البيانات مثلا تالت حاجة يعني اجتماعات الصياغة رابع حاجة يعني تقييم الخطة الاولية أو عرض النموذج الاولي للخطة الاستراتيجية مثلا خامس حاجة اخراج أو انتاج الخطة الاستراتيجية النهائية يبقى دي مثلا الخمس حاجات المفترض تكون داخل خطة العمل لهم توقيتاتهم في النسمس وهكذا اوه اردي هنبتدي نشتغل يعني لما بنيجي نشتغل على النموذج هيكون فيه جزء لكل حاجة مثال عملي من خلال خطة استراتيجية بالصياغة بتاعتها طيب عملية التقدير وهي عملية جمع المعلومات الجديدة وازاي اجري عملية تحليل الصوت وايه هي نقاط القوة ونقاط الضعف ونقاط والفرص والتهديدات وازاي اعمل التقييم والتقدير الخارجي او التقييم والتقدير للفرص والتهديدات وزاي ما اتكلمنا اننا لو تقييم نقاط قوة وضعف هحتاج فيه اصحاب المصلحة الداخليين من موظفين ومجالس ادارات وجمعية عمومية ومتطوعين ثم لو تقييم تقدير خارجي فانا هتجه للقاط الطبيعيين والمديرين والشركاء الخارجيين والفئة المستهدفة طبعا طيب التصور والتكوين هو بيبقى عبارة عن الرؤية ثم الرسالة ثم قيم المؤسسة واحنا مش هنقف عن دول كتير لان احنا قريدي هنجيلهم في عملية الخطة او في عملية اعداد الخطة وهنتكلم عليهم بالتفصيل بالامثلة طيب في حد كده الى الان مش فاهم الجزء اللي فات او محتاج تفسير او محتاج توضيح الجزء اللي فات التخطيط قصير المدى دي التخطيط السنوي او التخطيط التشغيلي او الخطة التشغيلية او الخطة السنوية او الخطة التنفيذية تمام؟ انما التخطيط الاستراتيجي تخطيط طويل المدى على فكرة على مدار ثلاث سنين وخمس سنين وفيه كمان بتبقى خطة عشرية اللي هي الخطة الدول خطة على مدى الطويل الرؤية جزء من التخطيط الاستراتيجي الرؤية جزء من الخطة الاستراتيجية طيب انا بنتكلم من اول يعني الخطة الاستراتيجية عن مثل لو مؤسسة جديدة انا بانصح ان هي ما تكونش غير ثلاث سنين في البداية لو مؤسسة ناشئة لا خمسة عشرين سنة ليه تخطيط الاستراتيجي بيبدأ من اول ثلاث سنين خطة استراتيجية صحيح ما بيعتبرهاش يعني الثلاث شهور حضرتك خطة تنفيذية مدة ثلاث شهور حضرتك خطة العمل لتصميم الخطة الاستراتيجية مدة عمل التخطيط الاستراتيجي ان انا اطلع خطة استراتيجية ثلاث شهور مجازا بيبتدوا يشتغلوا للمؤسسات الصغيرة بيبتدوا ان يعملوا خطة استراتيجية لمدة سلاسية يجوز ان انت تعمل خطة استراتيجية سلاسية تخطيط الاستراتيجي مش مقيا لا مفيش معلومة بتقول 20 او ل25 سنة حضرتك لو دخلت على مؤسسات كبيرة لا مش متوسطة الخطة مفيش حاجة اسمها خطة استراتيجية متوسطة في حاجة اسمها اهداف متوسطة المدى واهداف قصيرة المدى واهداف بعيدة المدى تمام؟ هي خطة استراتيجية برضو رؤية يا فندم التلات سنوات برضو خطة استراتيجية ولكن والاهداف بتاعتها استراتيجية في حاجة اسمها خطة متوسطة في حاجة اسمها خطة استراتيجية والاهداف أنا بين جو الخطة عندي ثلاث انواع للاهداف اهداف استراتيجية اللي هي بعيدة المدى اهداف متوسطة المدى اللي هي بنهاية المشروع او بنهاية المبادرة واهداف قصيرة المدى اللي هو بنهاية كل نشاط داخل المشروع او اللي هو المخرج حضرتك لو يعني ممكن يعني تطلع اكتر على مثلا مؤسسات داخل السعودية والكويت والامارات عاملين خطة استراتيجية سلاسية او يا فندم على النت كل المراجع عمتا احنا على فكرة هنعرض النموذج العملي للخطة الاستراتيجية خماسي وليس سلاسي يعني على مدار خمس سنين كلنا بنتعلم من بعض يا قصيد ناصر طيب خلينا ناخد الجزء ده عملي ده نموذج لخطة استراتيجية لأحد المؤسسات اول حاجة بتكون المقدمة والمقدمة هي او الملخص او النبزة عن الخطة الاستراتيجية دي كلها يعني مسميات لحاجة واحدة اللي هي افتتاحية الخطة او ان كان مقدمة او نبزة عن الخطة او او زي ما قلت لحضراتكم الجزء الخاص ب الملخص الخاص بالخطة بتبقى باراجراف او بتبقى فيها احنا ليه بنعمل عملية التخطيط استراتيجي واهمية التخطيط الاستراتيجي للمجتمع والمؤسسة وهكذا وبنوضح كمان غايتنا واهدفنا من الخطة الاستراتيجية طبعا هي ثلاثية بس في يعني نسخة تانية بكرة ان شاء الله تكون مع حضراتكم خماسية خمس سنوات مقاومات الخطة الاستراتيجية او ما فيش اي مشكلة اختلاف الرأي لا يفسد للوض قديم بس حضراتكم ممكن اجيب لح حضراتكم يعني مؤسسات من خلال الانترنت او من خلال المواقع الخاصة بالمؤسسات سواء كانت مؤسسات في الخليج او غير الخليج هي عاملة خطتها الاستراتيجية بالشكل ده يعني طيب ايه مقاومات الخطة الاستراتيجية او الجزء التاني في الخطة الاستراتيجية هي مقاومات الخطة المقاومات بتاعتي اللي خلتني اشتغل على تنفيذ تصميم الخطة الاستراتيجية اول حاجة ان انا بتوفر معايا يعني هابعت لحضراتكو انا ما عنديش مشكلة بس خليني ابعتها في نهاية المتحدة ان شاء الله الاسبوع القادم تكون مع حضراتكو اللي هي الخطة الخمسية مش الثلاثية تمام اول حاجة ان انا بوفر المعلومات الكمية والكيفية سبقة اعمال المنظمة الموقع الالكتروني للمؤسسة الاتفاقيات السبقة للتعاونات المشتركة مع المنظمات الاخرى اراء العملاء لو فيه عملة مثلا وهكذا ان تكون الامكانات والاحتياجات وقعية زي ما اتكلمنا اللي ليه علاقة مثلا بمجال التكنولوجيا الحيوية لان هي المؤسسة بتشتغل على التكنولوجيا الحيوية الزراعة الزكية الاقتصاد الدائر تمام وضوح الاهداف وقابليتها للتحقيق ان الاهداف الاستراتيجية بتاعتي تكون واضحة وقبل ان انا احققها على مدار المدة المخطط التنفيذ فيها للخطة دي القدرة على تحديد الاولويات دي من ضمن المقومات الخاصة بالخطة الاستراتيجية ودي مهمة جدا القدرة على تحديد الاولويات فضوء الاهداف اللي احنا تم وضعها وتصميمها داخل هذه الخطة الاستراتيجية ولازم يكون في بدايل مارينة يعني لقدر الله زي ما احنا اتكلمنا من شوية في نقطة مثلا ان انا عندي ازمة طرأة على المجتمع كمان سنتين مثلا وانا مكنتش عامل حسابي عليه زي ازمة اقتصادية ازمة يعني وباء نازم يكون في بدايل مارينة وطبعا ان يكون في عندي مشاريع مستدامة يكون عندي يعني ماديات زي ما بيقول او مشاريع تدير او تدير دخل للمؤسسة المحافظة على الاستمرارية والتخطيط والتنفيذ وان يكون عندي طبعا خطط بديلة تشغيلية من خلال يعني او في خلال هذه السنوات مجالات عامة للمؤسسة ودي احنا بنشتغل عليها من خلال اللوايح او من خلال السجل التجاري او من خلال الترخيص الخاص بالمؤسسة المجالات اللي موجودة خصائص الفئة المستهدفة واولويات الفئة المستهدفة هنا بعمل عملية تحليل للفئة المستهدفة انا هشتغل المشروعات بتاعتي او هنفذ الخطة الاستراتيجية بتاعتي دي عشان خاطر مين مين فئة المستهدفة اللي انا هشتغل طبعا احنا هنا ركزنا ان احنا ندمج زو الاحتياجات الخاصة اتكلمنا عن ان الفئة المستهدفة اول حاجة النساء خصائصهم ايه انهم يكون مش مكمنين تعلمهم عندهم رغبة في ان هما يتعلموا ما عندهمش القدرة المادية ان هما يتعلموا بيبحثوا عن فرص وظيفية بيبحثوا عن فرص لتنمية مهاراتهم الوظيفية ان يكون عندهم نسبة في الامية الرقمية او محتاجين ان هما يتعلموا التحول الرقمي وضعهم من الاقتصادي الى حد ما يعني مش قوي ويكونوا غير قادرين على توفير بيئة تعليمية امنة لان المفروض هما دول اللي انا هعمل لهم تدخل وبالتالي لما هاجي اعمل تدخل لازم يكون عندهم نقص في هذا الجانب اللي انا هعمل فيه التدخل او هذا المجال طيب ايه الاولوية الخاصة بالفئة المستهدفة في الجانب الاقتصادي خلق فرص عمل تطوير القدرات المهنية الجانب التعليمي برامج محو الأمية الرقمية زيادة الوعي الثقافي والبيئي والتعليمي التوعية بضرار او اضرار الزواج المبكر زيادة ثقة المرأة في نفسها برامج التوعية الخاصة بحقول المرأة الجانب الصحي وهكذا يعني طبعا انا باخد الفئة والجوانب الحياتية كلها الجانب الصحي والجانب الثقافي والجانب البيئي والجانب التعليمي وهكذا المزارعين والمزارعات برضو ايه خصائصهم وايه الجوانب او ايه الاولويات اللي انا هشتغل عليها معاهم الاطفال والنشك كذلك الشباب كذلك الذكور والاناس طيب منهجية اعداد الخطة اول حاجة في مرحلة الاعداد انا هعمل يعني هعد الخطة ازاي اتكلمنا على ان احنا نستخدم منهج المنهج التشاركي لاعداد الخطة والمنهج التشاركي ده خاص باني بعمل عملية مشاركة لجميع الفئات المستهدفة وقيادات طبيعية والجهات الشريكة في عملية التخطيط يعني وارد جدا ان لجنة التخطيط يكون جزء من فريقها من حد من الفئة المستهدفة حد من الجهة الشريكة حد من القيادات الطبيعية من المجتمع يكونوا في لجنة التخطيط او يكونوا ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي احنا اعتمدنا في تصميم هذه الخطة على المنهج التشارك تمام بيجي بعد كده مرحلة جمع المعلومات واحنا بنتكلم على احنا جمعنا المعلومات ازاي من طبيعة عمل المؤسسة من استراتيجيتها الحالية تمام من المشاريع المؤسسية اللي كانوا محضرينها واللي اشتغلوا عليها من النظام الإداري للمؤسسة او الهيكل الإداري للمؤسسة من الفئة المستهدفة زي ما احنا تكلمنا وهكذا طبعا احنا حققنا عملية جمع المعلومات من خلال اول حاجة رجعنا كافة المستندات والاوراق المتعلقة باستراتيجيت المؤسسة باستراتيجيت المؤسسة اللي فاتت واهداف وبرامج المؤسسة اللي تم تنفذها دليل السياسات والاجراءات نظم الحكمة اللي كانت موجودة سواء كانت فعالة او غير فعالة والوقوف على اسبابها حللنا عملية الإدارة الداخلية كاملة علشان نعرف نجمع معلوماتنا عملنا مقابلات مع إدارة المؤسسة وهكذا طب مرحلة تنسيق المعلومات لصياغة النتائج وإخراج الخطة الاستراتيجية طبعا ده بيندسق منها الخطة التنفيذية ثم يعني خطة تنمية المواد اجتملت المرحلة دي إن احنا بنستخلص الأفكار علشان نطلع بالمخرجات يعني اللي موجودة قدام حضراتك هو رؤية ورسالة وأهداف وقيم المؤسسة والتحليل اللي هو تحليل صوت ثم تحديد الأهداف ثم الاستراتيجيات وتحديد مؤشرات قياس الأداء ثم المشروعات المستقبلية احنا هنتوقف على عند هذا الجزء وخلينا نرجع تاني بالمادة العلمية طيب احنا هنتوقف النهاردة عند الجزء الخاص بمراحل إعداد الخطة أو منهجية إعداد الخطة وهنبتدي إن شاء الله بدءا من بكرة في تحليل صوت أو التحليل الرباعي للمؤسسة أو للمؤسسات والجمعيات بالقطاع الغير الربحي والمجتمع المدني هل حضراتكو في أي أسئلة في الجزء ده؟ السادة المشاركين حاضر هرسل لحضراتكو للموذج حاضر السادة المشاركين في أي أسئلة في الجزء ده؟ أحنا كده تكلمنا عن ما هي التخطيط الاستراتيجي عملية دوائر عملية التخطيط الاستراتيجي الوضع الراهن والوضع المأمول وكيفية الوصول من الوضع الراهن إلى الوضع المأمول من خلال استخدام أو من خلال سياغة وتصميم الرؤية والرسالة والأهداف وصياغة الاستراتيجية وتنفذها اتكلمنا عن لماذا التخطيط الاستراتيجي اتكلمنا عن صعوبات التخطيط الاستراتيجي اتكلمنا عن الأشياء التي قد لا تتوفر في عملية التخطيط الاستراتيجي اتكلمنا عن العناصر الرئيسية الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي الناجح اتكلمنا عن مراحل التخطيط من الاعداد والتقدير والتصور والتكوين والتنفيذ والتقييم اتكلمنا عن ان الاعداد بنحدد أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بنكون لجنة التخطيط الاستراتيجي وقد تكون منهجية تكوين اللجنة هي منهجية العمل التشاركي بنحدد أدوار ومسؤوليات كل عضو في هذه اللجنة بنتكلم على المسائل المحددة وللمفروض يتناولها عملية التخطيط الاستراتيجي بنحدد المعلومات وإزاي بنجمعها بنأسس قاعدة مشتركة ما بين أعضاء اللجنة كلها لعملية التخطيط طبعا من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات وبنبتدي نصمم خطة عمل اللي هي الخطة اللي على أساسها هنمشي إزاي في عملية تصميم وإعداد الخطة الاستراتيجية وبنشتغل ثم بعد كده على تصميم الخطة من خلال المراحل بتاعتها الإعداد وجمع البيانات والمعلومات ثم وضع الخطة واتكلمنا عن تحليل الفئة المستهدفة من حيث نوعها وأولوياتها وخصائصها أستأذن حضراتكم اللي محتاج يعني أي تفسير أو أي توضيح في هذا الجزء اللي تم شرحه يريد يعني قبل ما ننهي المحاضر هل في أي أسئلة قبل ما ننهي المحاضرة؟ أستاذ الأفاضل يا أخوة الله يكرمكم يبارك فيكم اللي بيحب يسأل شيء عن المحاضرة قبل أن ننهي فليتفضل أعفوان أستاذ أحمد أعفوان أستاذ إيمان شكراً ربنا يكرمكم شكراً أستاذ محمود شكراً أستاذ محرم إذن بنتوقف عند هذا الجزء وإن شاء الله بإذن الله نستكمل غداً يعني في الغالب هستأذن حضراتكم أن احنا يعني هنعيد أو زي ما بيقولوا كده يعني هنراجع سريعاً الجزء اللي تم شرحه اليوم غداً وأنا أستكمل الجزء الآخر عشان نتكلم بعد كده في تصميم وصياغة الخطط داخل الخطة الاستراتيجية الأسبوع القادم بإذن الله حياكم الله دكتورة أروا الله يتجيكم خير طبعاً في الختام لأن نشكر الدكتورة أروا على هذه المحاضرة القيمة كما نشكر جميع الأخوة المشتركين مع نبي هذر الدبلوم بحسن صغائهم طبعاً نلتقي غداً إن شاء الله تعالى بالمحاضرة التانية بمادة التخطيط الاستراتيجي أتدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته